كلامي بقى لكل بنات حبيبي وصحابي وولادنا وكل اللي بشوف مقهورين في علاقات صعبة سامة وتوكسك ما تعوديش تقولي لنفسك عشان عارفة ان دايما دي الخلاصة بتبقى انا السبب انا ما بعرفش اختار كويس انا اللي معرفش ايه انا اللي حبيت زيادة انا 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 بتعودي تجليدي نفسك لغاية ما بتكرهي نفسك وبتكرهي العيشة اللي انت عايشاها لا تعالي نجرب نعمل حاجة جديدة ولي ايه اه انا حبيته وهو كمان كان بيحبني في الاول لانه اكيد كان بيحبك في الاول وبعد كده تقولي ايه بس هو ضغير بس خلاص انا مش قابل التغيير ده يعني بصتيها على نفسك اللي هو ما كانش بتحكي علي له انه كان في الاول ما بتحكش عليك يمكن بعد كده الحياة اختلفت يعني مش هدخل في التفاصيل لكن بصتيها على نفسك ولي اه انا كنت معطى ازيادة خلاص المرة الجائية ان شاء الله في الارتباط الجديد انا مش هبقى معطىها قوي كده يعني اكتبي غلطاتك اللي انتي عملتيها في العلاقة اللي فاتت عشان ما تكرريهاش لكن ما تقعدش تضربي نفسك بالإقلام 14 ساعة لانتي مش هتخرج كده كده هتنهاري نفسيا وعصبيا وتضطري تتعالجي نفسيا وبرده هتبقي في حالة طول وقت من الكآبة فشوفي الحاجات الغلط ايه وشوفي الحاجات الصح اللي كانت مخلياكي سعيدة يعني لازم ارتبط بواحد يبدلني يدلعني يجب لي هدايا يبقى قدل مستوية يبقى شبهي من نفس مستوية الاجتماعية عشان ما حسش بفرق حكيت كتير او يا بنات ما بقاش بس الحب وخلاص انا حبيت قلبي ده واجري بقى وراه طب ما ممكن اجري وقع في الحفرة فيعني العلاقات المؤذية بتبان علامتها من البداية العلاقات المؤذية ليها علامات بتبان من البداية قلت الاهتمام والغمود وكل اللي احنا حكينا فيه ده كله فارجوكي خليكي عقلة شغالي ده شوية شغالي ده شوية مع القلب يعني اه بحب بس اخب بالي حركاته دفع الشيك لا عمل فيها من بانها خلينا ندفع اه جاي لابس حلو في القعدة ولا مش قدي كده اه ده معرفش ايه اه فيه حاجات علامات كتير بتبقى بين قصدنا بس احنا اللي بنصمم ان احنا مش شايفين لا احنا نفتح عينينا قبل ما قلبنا يدق القلب والعقل مع بعض بتبقى حياة امر بس كده اشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة